أوبرا عيدة كتير حضراتكم بتسمعوا عن أوبرا عيدة وأوبرا عيدة اللي هي عيدة اللي بدأت في مصر مين اللي وجد أوبرا عيدة؟ أوبرا عيدة كانت لعالم فرنسي اسمه يعني عالم أثار فرنسي اسمه أوجست مارينا وهو وجدها في مخطوطات على ودي النيل والحقيقة بعدها في تم بعد كده كان فيه تفكير انه يكون فيه أوبرا في مصر وده كان للاحتفال بقناة السويس ده كان سنة 1870 و70 تسلم فردي الورق بتاع أوبرا عيدة علشان يعمل التشكيلة بتاعة أوبرا عيدة وطبعا هي فيها أصوات كتير جدا الأوبرا عموما بتبقى عبارة عن اسكتشات مغنامة بين الموسيقى ولوحات مختلفة ورقصات كمان مختلفة بيلعب فيها الصوت الأوبرالي هم بيحكوا كل المشاهد بطريقة الأوبرا بطريقة الصوت الأوبرالي فيه ناس مثلا مش متعودة على دابس هو الحقيقة فن موجود منذ القدم وموجود بشكل كبير وفي أوروبا كمان ليعشاقه وكمان في مصر افتكروا دايما أن أوبرا عيدة لما كانت بتقدم وقدمت في مصر وقت طبعا افتتاح قناة السويس وقدمت لأول مرة 1870 حتى فردي نفسه اللي هو عمل الأوبرا ما كانش موجود ولكن حضر هو العرض ده 1872 في إيطاليا أوبرا عيدة كمان مش بس تم عرضها في مصر ولكن في عدة دول أوروبية وأيضا في أمريكا اللي بيحصل مرور 150 عام على العرض الأول لأوبرا عيدة وطبعا أوبرا عيدة بما أنها بتحكي قصة عيدة المصرية عيدة الحباشية وضابط الجيش المصري وهي عبارة عن أربع مخطوطات قصة من أربع صفحات بيحكوا القصة دي صراع بين الواجب والعاطفة وكلها موسيقى هنروح معاكم لأنه هذا الاحتفال بمرور 150 عام على أوبرا عيدة من خلال طبعا بيشهد ده مصرح ومركز مؤتمرات الجونة وإقامة العرض الفني العالمي للأوبرا وده حيكون طبعا أوبرا عيدة وده شيء مهم وده بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر زملتنا رانيا ناصر موجودة الآن في الجونة علشان ترصد لنا فعاليات وحضور افتتاح 150 عام على أوبرا عيدة مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكاننا من مدينة الجونة بمحافظة البحر الأحمر واللي بتستقبل العرض الفني العالمي أوبرا عيدة احتفالا بمرور 150 سنة على عرضها الأول خلينا أقول لحضركم أن أوبرا عيدة تم تقدمها لأول مرة على مصرح دور الأوبرا الأديمة عام 1871 وتعرضت لأول مرة في أوروبا عام 1872 ألفها عالم المصريات الفرنسي أوغاست ماريت وكان بيحكي فيها قصة تاريخية خيالية بتجمع علاقة حب من قائد الجيش المصري راداميس وأميرة حبشية عيدة قصة لطيفة أتقنها نجوم الأوبرا العالمية الاحتفالية بتتماشى مع الاستراتيجية الإعلامية للترويج للسياحة المصرية والهدف منها هو تعزيز وحماية القوى الناعمة وإشراكها في الحفاظ على الهوية الثقافية للبلد عايزة أقول لحضراتكم في حدول عدد كبير جدا من المشاهدين سواء من داخل مصر أو من خارج مصر أو من الأجانب المقامين في مصر في حدول عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الأعماء المهتمين بفن الأوبرا والموسيقى والتاريخ وده بيرفع من نسب إشغال الفنادق في مدينة الجونة وكمان نسب إشغال الفنادق في الغردقة بشكل عام وبيحدث رواج سياحي كبير في محافظة البحر الأحمر خلينا أقول لحضراتكم كمان أن تم تغيير عادة تسياغة العرض عشان يناسب ظروف الزمان والمكان في مدينة الجونة وده من خلال مخرج العرض ورقص البالي أنتون بلون دي كانت رسالتنا من مدينة الجونة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على طيب المتابعة طبعا يعني نتمنى لكل الناس أن هما يستمتعوا أكيد بهذا الفن والموسيقى